مالي ساعتين وخمسة دقائق علي في مساء النور مرحبا بيكم في حلقة جديدة من سبور شيك حلقة الاربعة واحد ماي الفين واربعة وعشرين عيد شغل سعيد للجميع خاصة الناس اللي تخدم كيف نحنا مرحبا بالنس كوليس كوليس موفينا على الفريقانس امتاعنا تحييري تابعو فينا على سوشال ميديا باج فيسبوك انا جو اف ام باج اف ام سبور او اف ام تيفي على يوتوب اربعة وشرين على اربعة وشرين حلقة اليوم احتيت فعلة تشامبينز ليك اوروبا مواجهة لليانزارينا البيرح بين البايرن والريال او الفوسبول ارينا بيس جي ينزل ضيف ثقيل على دولتموند اليوم حاتم ترابلسي يصرح شنو وقال على مباراة الترجي والاهل نهائي التشامبينز ليك في قناة بيين امتاقة استيعاب مباراة النهائي في الذهاب وشنو وطلب النادي الاهلي كل التفاصيل ازمة مباراة اتحاد العاصمة هناك بركان متواصلة مديرية التحكيم في المغرب تنصف الجيش الملكي والوكال العامين المناشتات تفرض عقوبية على تون سبور شيك بما ساعتين ماذي تيتها مرحبا معكم امين جلانزا سوفيان بوهلير في الاخراج ايهاب في اليفم تيفي ومايم القربي في السوشال ميديا ويحضر معي نجم المنتخب السابق 14 كيلومتر من المنتخب الكامرون دعوة من تلتيكو مدريد بالماريس طويل وغني خالد القربي حسنا بيك مرحبا مرحبا بي كمين مرحبا بيستورة مرحبا بالنس يتفرش فينا وتسمع فينا على راديو اي افير عيد شغل سعيد ليك خالد واحد ماي بما انو اليوم جور فريين هارفيش تا قررت انو مش نخلصكم دوبل معني انتو عبسة جيش تحبيت جيد جيبت معي والدي زينا 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 اي وينو طوى بعدي عم تطلح زينا ربي فضل هو لك ويتربى ان شاء الله في عزكم قضي عمر هو توا زينا ثلاثة سنين. ثلاثة سنين يرعب كور? والله نهارينا دوما كامش مغروم نهارينا دوما والله مغروم بالكورة او جيز في الكورة. هاي بهي برش بهي برش ثلاثة سنين. انتو كا كان ربي ساله طلع جوار اي اخر واحد يرينيه وسلتي. عليش ساعة بالعكس يعلموا. يعلموا ساعة التكنيك. يعلموا. التكنيك تاشى. المهاجمين. نرمال ما همين بعد الجمعة اللي فات قبل مات السنداوس. اي. قال لك عندي خبرة تدريبية وانا تعذر عليه. تعذر وكها وتعذر مجيش. ليه ليه نحكي لك عن انت تحليل انت على الكورة تحليل انت على المال. قعد تستس فيها رو. بعد انا راني ما انتحملش المسئولية رو. كان جان بعد. وهاجمك راني انا ما انتحمل حتى مسئولية راو كيسها راو كيسها. نجم القنوات تلفة زي صاحب لقب البطولة في رواندا مع فريق الجيش عب ستان موسى اهلا بسهلا بيك. اهلا بيك امين اهلا بخالد وكيفك مستمعي ايفين. عيد شغل مبارك انا موجودين. وناخد مو عيد شغل. قصة ان العمل اه? العمل في المواطفين. صحيح يعطيهم الساحة. ترقاهم موجودين في الفيش تنهار لحد. ها? متعذبين. كهو برجو لي ربي معهم. اخويا. فهمت خمسة وخمسة ومحتاجة. خمسة ومسحين درجة كل يوم طالعها. رقم موجمات اللي هي في الموليات متاعه ماكا رقم. سليتي مجاز جمعة كاملة يا مين? سليتي مجاز جمعة كاملة اخو. شاء الله المنى اخير. هنخميص الجمعة ان شاء الله غضو بعد غضو. اه بشي جي عنده خدمة في الشمال الغربي بما انه محمد سليتي اه يكتشف المواهب في منطقة الشمال الغربي. كيف بيجة جندوبة هو المسؤولة لاكتشاف كل المواهب الصاعدة. جامعة الفيديلسون الخديمة او اي 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 ام عرشكك اسويلة دي او وجهني هو ما ندخلني ايش في المتاهيات. خلنا احكيوا على التشامبين زيق الاوروبي البارح. تعادل المثير بين باييرن وريال ماديد ريالف تتح انتيجها. باس اه وتمريره تتقرر الحقيقة من توني كروس مش الباس باركة حتى اه لابير كنترابير متاع في نيسوس كيفش جريش بده معها المدافع كيمة اللي يجب ده معه. مبعد. عمل ماج كبير كيم. طال قد اعطاه نوت كيم دو. عمل ماج كبير ياس. تسبب في الهدفين. تسبب في الهدفين. والله اخزر. عندي تعليقاتهم بعد نقوله فيما يخص كيم. اه الباس كيفش هو لابير كنترابير كفيش جريبيه فينيسوس ظهر مخدومة ظهر يعمل فيها. احكينا البارح على كروس هكا. اي احكينا على كروس. بعد البنتو ديركتو مو انا كلمتا كمين قدك شفت الباس. معناها راو كروس مع انت اولا الساعة هو حتى كيسئلوه توني كروس قالولو ع الباس كيفش عملتها وكذا وصبعك وكيفش قولت الفينيسوس بشي. قالهم لابيل راو متاع فينيسوس هو اللي يخسها لي بشينا نعتي لباس هذيك. ما هو وقتها تاواضع هذي من توني كروس انك انتي تقرأ بالطريقة هذيك ارى اعمل له معناها عمل سبوع بشيرة وبعض عمله الشيرة الاخرى. غلط بيه ديفونسور هو ديجا يقرأ في الاسيتيواشون وهنا قوة توني كروس انه يسكن بيان معناها الاسباس ويعرف توقيت الباس يعرف كيفش بش يوجه ويكميونيكي مع لتاكن بشي خبيثة بشي خبيثة بشي خبيثة بشي خبيثة وظاهر وظاهر عب ستار انه الباس هذيك امترين عليها بش شوف حتى ابر ابر انك تكون متريني عليها فما دي سيتيواشون لكاليتي متاع جوار تذكر كباس توني كروس عمنيو في الكلاسيكو اللي في الظهر تمشيها عمله قلو بر عشيرة اللي صار وي نسيس خرج وي نسيس خرج واحد ولي دي جاتها بكيه تاكل صحيح صحيح نفس الطريقة لكاليتي متاع الباس متاع توني كروس اللي كتور متاع هو كيفش يقرأ هو اللعب يقرأ الاسباس يقرأ الكورس متاع اصحاب ويقرأ الوقف متاع الادفرسير معناه هذي يرى ممكن مش عن مش دوني عد ناس الكل راه به الهدف لول طبعا فينيسيوس تمريره الحقيقة ما نعرش باش مش نوصفها بل تعجز الكلمات عن وصف تمريره توني كروس ويلها هدف وطلب الكورة ومغلطة المدافع من فينيسيوس حاجة لا يمكن وصف حتى هدف ساني كيفش كيفش فاسخ زوز مدافعين كفيش شاطة وكل قوة متاع الشوطة وكفيش مشات ترمي بوتو صعيبة قوية قوية برش خات الري في لانجل اللي يوقفي صحيبة قوية برشة مايتحملش المساولية قليلة القاردين يعملها يشدها هذيك حتى وكان قوية واقف غادي يزمو يشدها بقانا ظهورتي سعيبة شوية خاستن القوة بالتبتيدة قوية ياسف متستنهايش بل انا بيدي مافهمتاش بونت ولا مش بونتو كيتشاتت متى المام معنا البويسانس بلحق انا في بني ذرفت البتيفيلين من الول ما عالاخر لتير بويسان اما شو هو الممكن الدريب اللي عملو بشي شو تقول بشي حتى دوزين بوتو لكن حتى برمي بوتو اما اكثر واها دامين بالنسبة لينا البارح اكثر مدرب قراءة انشلوتي هو تخيل الحقيقة عارف كشي واقف الريال الريال مايش انا بالنسبة لينا البارح مايش في نهارها مايش كي العادة الريال اللي انا عرفوها سلتو معانتها مش كي العادة وخرجت بثنين ثنين اي 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 اذيك ممكن مواسفات الفرق الكبيرة سلتو معانتك تبدأ ربح الريال بتجدك الثاني والثالث معانتك خطر الله خطر الاخرى بايران ساتا مامو دخلوا بعضهم بدوا وطلعوا وخليوا لزيس باس وكل شي فمجوريت ما كانوش في نهارهم سلتو بلينجام مش في نهاره البارح قال علي اي اي قال علي انشلوتي اللي هو بلسير اثرت عليه اه فاسكيز الفوت تتع في الانتيم تلع في الهو نيوو تلع في الريال مايت تتخليش دفن تخليش انتي دي الاتاكون يدخلك وتخلي سيخك ديما من تايشة فهمت وحقيقة في نوسيوس قاعد يقدم في موسم الستثنائي اكثر جوار تيسيزيف في الريال ها حتى رودريغو في الحياة لقد قادرش ملاعبهم في موسم الستثنائي مع الريال ماركس يسبيوت وخمصاش با اسيست ورودريغو زاده لحقيقة بالنسبة لي انا جوار كلام تعالريال هو ديما يلقى لي سوليسيار وتحير تاو كان جاي كان جاي مبابي فما معناها راو لمركزية كبيرة ياسر في لعبهم ما تنجمش تبادل أدوار تبادل أدوار معناها متعش وصله بلح بيلين جرام راو وصله هو اللي برمية تاكوه وطاحته كان بشي جيبه مبابي بشيلي مشكلة قالوا كيفاش فيني ومبابي قالوا منصورش كن بشي لعبوا مع بعضهم في الرتور معناه قالوا خلينا تاوه في الحاضرة ونحكيهم بعض على المستقبل اما مشكلة كبيرة ديبلوماسية به مباراة على اعلى مستوى اهدف ايثارة فرجة بالحقيقة تبدأ تفرج في الماشطة تتحط معناها بالحق مباراة على اعلى مستوى مزراوي العب اساسي في مركز الظهير الايسر براهيم ديازا يدخل في الريال قدم مردود طيب حضور مغربي لافت في اعلى مستوى في كورة القدم الأوروبية عاود نقولها يون في ايرتي اللي نحنا انه اليوم منتخب مغرب يوصل معناها للونيفو كوسوسوا على مستوى المنتخب ولا على مستوى قيمة اللاعبين قيمة كبيرة ياسر وقت لي تتفرج في الشامبيونز ليك في نصف نهاية الشامبيونز ليك تلقى زوز مغاربة زوز عرب زوز من شمال افريقيا واحنا والمغرب روا عبارة براتيك ما احنا المغرب تزير الكل ليبيا نعتبروا رويحنا بلد واحد مش ناس كل عب ستارة وما ميسينش هكشوف الأزمة اللي ساهرة بي حد العاصم ونظب الكني أزمة السياسية وتهم الحكامة تهمنيش احنا كشعب لانو احنا كل سوا معاملتنا مع المغرب مع تزير يمع يقول شي معناش معناش مشاكل احنا كشعوب شامنا فيهم ما يتحركوا يمتحركوا سياسيين لكن وقت اللي تلقى تفرح انك ترى تسمع لاعب مغربي يلعف واحد في الباييرن واحد يدخل في ريال مادريد عمرها ما صارت معناها شكون عتيني معناها اسم اللي كنا في دومي فينال ولا فينال شامبيونز ليك نسمعوا واحد مش عندو الاسم العربي معناه هو عربي ويلعفي منتخب عربي خطر تنجم تكون لسم عربي صالح ورياذ محرس صالح هاس شامبيونز ليك راذ محرس هاس شامبيونز ليك اما لي مش كيف كيف مش كيفيه في خطر انتي حكيش بتلي زوز لاعبين معناها اللي وصلاح وسطورة في هاي ليفل معناها هيسر معناها هذوكم دي مرياض محرس كيف كيف ليه مانت اليوم تحكي على ريار جوش تحكي على ريار جوش وتحكي على لاعب معناها عمره صغير معناها متع ديال اول مرة مزالوا معناها فمت اما صلاح معانت وقتش العب في ريفر بول في لونيفو بعض بعض فرونتينة بعد بازر بعض مطاح وقام وطاح وقام بش مقاروح قصة نجاح رو محمد صلاح من مساتير كورة القدم العالمية من قولوش العكس احنا هكاية اما قصة نجاح اما باللاكسيون اللي عملها مع كلوب اي مازلنا ما نعرفوش شنو سار بالضبط رو خالد رو ما تحكي ليش ما تحكي ليش ما تحكي ليش ما تحكي ليش شنو سار وشنو ما سارش امين انتي عمرك ما منعرش ما صارت لك مشكلة مع مدرب المدربين دا عارف انو سار لك بعض الناحية مدرب انا مش بله شكون المدرب مالا تيتر اذا في انا فريق انا فريق طلعش يا المدرب السويسري اذاك هو اذاك هو شو المدرب السويسري تيالك هو يقول نحيت دوكاستيل يعني فترش تسببت اقالة دوكاستيل اي اعمت له برشا مشاكل لانو علش هو شبيه هو شعب شو مشكلته معاك بالله خن نحكيه في الموضوع شو مشكلت ميشيل ميشيل هو اسمه ميشيل دوكاستيل مع خلقه هو نلعب فينا الفما الفيديو موجودين معنا نلعب فينا الاسبرانس اللي هزينيه لالشامبيوز ديق 2011 نلعب كونتر الويدات هو نلعب كونتر الويدات وما وقت الوبجيكتف متاحهم انا كان اخت كارتون نلعب سرطو عندي كارتون فهمت صارتك اللي برووكاسون من الجواري يحب يخرجوني ورقة وانت مالكة عصابك مالكة عصابي هو في البنك ما تكي انتكلي ولا واحد يبدأ عايت رشنو تعارك تنويات تعاركنا بجداب الكلام حاصل وكي جينا الهني قعد شد البغض هو قعد هو شد البغض وفي الرطور كيف كيف انا كي ربحنا قطو انا قطو انا قطلك بشنرفهم خاطو قطو في الرطور انا بشنرفحوك انا بشنزو تشام فيزيك ربك سبحان وبعد ممشينا الكبدة فيك ومسؤولي تراجي في بينهم بليسار كل الوقت في بينهم في بينهم كي جيل الاسبرانس وانا اختار كوب دافريك مع سيمي ترابلسي وخي في غابون كي جيت دوما اتخذت التيران ما بعد تشام فيزيك قال يراك انتي مكشف تلعب معي هكا كاو 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 بضيت الحرب بيه هذي حكاية ميشيل دوكاستيل وخالد القرب حتى وما طولش ذريق عطلتها شهر فقط ولا ربع شهر عطلتها شهر خسر سوبركو انا سمعت تسايبه كبير في فترة دوكاستيل في التارجي عمل برشة ليلي عمل برشة كلونيت وعمل برشة مشاكل ولا حقيقة انت انا راني ما مطلوش مشاكل كما قلت وراك مكشو تقعدوا وتعرف انا وقت محبة جمهير تارجي معيانه وتعرف الناس كل تحكمينه شهره على ارضية الميدان مع تارجي الرياضي تونسي بقميس فريق الاحمر والاسفر دورتمونت بيجي تتصور وانو على نفس المنويل بشيكون فهم عديد الاهداف اليوم وفهمة نقطة اخرى هي رامي بن سبعيني الحقيقة وضعية محيرة لللاعب اللي مصاب على مستوى الركبة رامي بن سبعيني اخر مباراة لعبها انا وسر انو ادفع الفاتورة كاش فاتورة المشاركة في كاس افريقيا للأمم اللي لحقيقة استنصفت ممكن الامكانيات البدنية لللاعب اكيد انو حكينا عليها دونك احنا المرة اللي فدت انو اكيد تأثر كاس افريقيا راو بالنسبة لللاعبين ما هوش يلعب معناها راو هاو تخل هاو خرج كما يحب هو فما في رق راو في اللونيفو عندها عندها دوبلور وعندها ممكن حتى ثلاثة لاعبية في نفس المركز تضيع مباراة او اثنين تضيع بلاسك لانا ما هوش معناها ما هوش مبابي ما هوش صلاح ما هوش ما هوش معناها بلينجرام باش ناجموا نحكيوا عليه انو حتى كيمشي المنتخب بلاس وتقعد السنة فيه راو البلاسة يزمك تتعب عليها في في النبو هذا وتزيد تمشي انت كيف في جورني فيفا تزيد تتضرب لذلك ستأثر اكيد 180 درجة راو وضعية اللاعب حتى كي كان كيدو مرجع من من كأس الفريق للأمم خسر بلاسة ولا يلعب شوية ما يلعبش هوا على البنك هو هكاكة مع انت هو قلاخر يعاني باش يرجع يفوك بلاسة يعاود يتضرب في جورني فيفا دونك عادي جدا انتو باش بيش ينسيك الفريق وينسيك المدرب يزمك تكون معناها تريز راو باش بلاستك تقعد تستنيك ويزمك تكون علاقتك حتى مع المدرب علاقة كبيرة والمدرب بيكون نقولو احنا ساعات مدرب يبدأ مضروف في جور راو في المكانيات يبدأ مش امي فورم يقعدش ماتش اثنين ثلاث امي فورم يمن به لين يرجعوا واذا موجودة فما زيدة حتى حتى الانترنير الانترنير كانوا نجم يشوفوا وضعيتو شوي هو مزاق يجي من مشغلة بخ دورتموند يعرفوا السيتياشون يعرفوا اللي طلب على القاب ويعرفوا جمهورة سايب دونك مثلا كوب دافريق اوكي ينجم يمشي اما اللي جور ديكارو سايب اللي جوني فيفا دوما ينجم يخذلوا باب والانترنير جديد والانترنير جديد والانترنير جديد صحيح احنا قعدنا كان في البلدان العربية كان ما يجيبوش يولي نميزو في الفرق على المنتخب تجيبو نقولو كيفاش جبتوها وتضربو تأثرت معناها وغضو انتي كمنتخب جزاري انت خسرت لاعب ما هوش كومبيتيتيف ما عاش بشلقة معناها في الفريق اكيد بيش تأثر على المستمع تصفيات الجاية في جوان قبل ما نحكي عن ترجي وتصريحات انترابلتش كل عنا نعتذروا لكل المتابعين على السوشل ميديا عنا مشكل في السوت مشكل ان شاء الله يتحل نخرج وفاصل وراجعين ماذا ساعتين وستا وعشرين دقيقة علي افهم هذي سبورشيك الحديث على طبعا مباراة الدور النهائي تشامبيونز ديج بين الترجي والاهلي المصري تشامبيونز ديج افريق عبعدة فوق ترجي على سندانس والاهلي على مازينبي بارشا تفاعلات مع تصريح حاتم من ترابلتش في قناة بيين سؤالة من سيشجح الترجي ام الاهلي المصري شنو قال قال لن اشجع على ترجي الاهلي المصري قال نادي سفيق سفا قدتك اولي يا خالد اذا شقال سمعتو انا البراش قال دماج معتا اشوف ريت في تونس في البلاتو مع انتك سوا في تليفز في الراديو لازم كلها دي اعتراه وكلها من المشاجعين متاع فريق اذا كنرمال تصريح اذي خالد في استفزاز للترجي رادي توسي ام تصريح عادي طو انتي تكروا معنا انت جامهير الترجي والمسؤولين تاع الترجي معنا انت بيش تحس من حاتم ترابرسي مش مش بش يشجحها في الفناء انا امنيتي انو ميحلوش هو الماتش معتك ايهو قال انا ما اشجح حتى واحدة فيهم ميحللش الماتش فهمت انا بالنسبة انا اقش خطل خطل في تونس مثلا فما الراديو وتليفز كل واحد كل واحد وعندو جماعيت وكل واحد ممعات لكن لكن كيبدا ترجي يمثل يمثل تونس في دور نهائي كما هاك فما حتى حدي ذلك فما حتى حدي ساعيت اشد المتعصبين وما يقوليش حتى كان حتى كان خالد في داخله معناها ذيك شي خامم وذيك شنو شوف والله العظيم والله العظيم تشوف القريماسم تاوجوهم البارح ما عاو تفرش فيه وشوفهم كي سهلوه قالولو تاباك فعبت ما تتضحك ما انت في قطر وتوينسا وعبت تتفرج والبرا ما تشيش حتى برس بال البلادك وبرس بال انت ملاعبي كبير حاتم ولعبت في جامعية كبار ولعبت في المنتخب برس بال اللي كدرابو متاع تونس برس بال اللعبة دادو ما تقول راني انا تونسي وش نحب من نادي سفيقسي حتحد ما ننكر انك تحب نادي سفيقسي اما تقول راني انا مع التراجي رياضي التونسي ضد الاهلي بيه عاب ستا شنو رايك هل استفز حاتم ترابلسي هل هذا عادي معناها كما ما يصير في العالم يعني يجي واحد وهو لاعب ينتمي مثلا برسا يسألوه على ريال مدريد يقول محبشي ريال مدريد تربح ميلا انت يسير ينجم يسير انت تراجعي يسير معنا تشنو معت يسير في بلاتو مثلا في ايطاليا يسير ما يسير شو بلاتو ايخ انت عمرك شريت انا قد ما نفرش بينسبور وقاوخ لا يعني اقولوا انت ممثل التونس في في قطابة ورسين مع انت عمنيه القربت دون موة أو ترو موة وكل شي متراهم شو الحكيته دون متراهش انت مثلا الستار يقولك انا مثلا ما نحبش مثلا هو رينا اه اه ارسنال وولده ارسنال كله كان منحبش موسيس تربح مثلا مادريد ولات انبوسيبو سلقها لحكيته دون با شونك عبسر هوانا تمنيت لو الموذيع السئله وقالوش كون مش تشجع تونس ولا مصر وكنت نتمنى شنية الاجابة لانو اليوم عاش نحكيه على ترجي وقت اللي كنت يساجين معا نهائي نحكيه على تونس نحكيه على درابه البلاد لانو الترجي يمشي يحمل النجمة والاهلال في محفل الدولي افريقي امام معناها عيون افريقيا والعالم وهذاي مسابقة معناها اليوم رشحت الفرق المونديال الانديا استثنائي ما نتصورش انا كان كان معناها فما واحد مش يقول عكس انه بشي شجع تونس ولكن شوف احنا نعرف حتى في تونس لهنا نعرف انه مشجعين الفرق الاخر لو محبوش ترجي فوس محبوش ترجي هسكاس افريقيا وهذا العادي ولكن ولا واحد ينجي مصرح هذا عادي وموجود وحنا نعرف اليمين ذي هذا موجود حتى كتبدا قاعد اندي في القهوة فما محبوش ترجي له تسجل ترجي نستفرح هذا يعني نعيشو فيه ما نخبيوش معناها ولكن ولكن وقت اللي تحط له ميكرو هذاك اللي محبوش ترجي تقوله شكو مش تشجع ترجي مايقولكش نشجع فريق اخر معناها فما كلام مايتقالش في الاعلام مايتقالش في ومايتقالش وقت اللي انت معاك اجانب معاك مسارو معاك ناس اخرين تصور انت يا عب ستار الاعلام تبدل مش كيما فترة حاتم ترابلسي كان عفا جكسا مستردان تصور مثلا في بلاتو يجي معاش محل لانا ينتمي الى ترجي ينتمي الى الافريقي الى النجم الساح يجي حاتم ترابلسي يلعب كاردو فينال في دميلا الفين وثلاثة يقول لك انا ما نحبش حاتم ترابلسي يربح ميلا انا ما نحبش حاتم ترابلسي مثلا يقدم مباراة ممتازة ضد ميلا ضد باولو مالديني ضد نتمنى ان حاتم ترابلسي يعادي مباراة سيئة مثلا ولا ما نشجعش حاتم ترابلسي مستحيل مستحيل ولا واحد من الترجي وقت اللي كان حاتم يلعب ميشجعش حاتم في اكسام استردام جمهير توسية كانت تموت على حاتم ترابلسي في اكسام استردام والناس الكل تبدأ تستنى بش تفرج في اجاكس بش نستنىوا حاتم لحماكي قشعر بش تفرج على حاتم مش حاتم بركة هي من عبد النور ايضا حاتم تونسي موجود اشرف خال فيو لعب بوقتها جاي لعب معنا في ستات تونسيان ووقتها اشرف يلعب في يلعب في لاجاكس ووقت ذكر الارتي نلعبوا بالسبت ديما ستات تونسيان نلعبوا ماتشوهدنا بالسبت ننتقابل هنا واشرف عشان نجيب أحدنا لدار امي وبابا كل شيء نستنىوا بش نمشيوا لقاه ونتفرجوا في احاتم ونبدأوا بش يلعب مليح كنا نتلمو بش فرجوا في السيتي ووقتها حاتم ترابلسي نتلمو بش نفرج السيتي نستنىوا في حاتم ترابلسي بالحقيقة انا هكي كراها معتشوه وما انت انت لعب كورا معتشوه شكول ندوي نجم يانسى بونتو حاتم ضد يونيتد بليسار ما ينجم حتى حد ينسى حاتم كان يمثلنا تونس صح كان يمثلنا تونس في الأوروب ما يمثلش الفاريخ اللي كان ينتميليح رزمي انت هذا الكل راو جماهير تاراجي والإدارة مايش بيشتغس من الكلمة واما ريتم نحكي لك نحنا الانسامبل متاع العباد ومحاكم صار استفسز عندي انا وكاو به نتمنى ومعاش نحكي وممكن على تصريحات من النوع هذا والحقيقة ما يبدل حاد شيء تصريح حاتم ترابلسي فيما يخص حضوذ التاراجي معنى مايش بشتقل ضد الأهلي المصري إذا حادم ترابلسي لا يشجع التاراجي ولا يشجع الأهلي أيضا قال ما نشجع حتى فريق في بلاتو بين سبورتس به مباراة هذه وطاقة استيعاب الملعب بالنسبة لمباراة الذهاب الأهلي المصري يطلب طاقة استيعاب كاملة وكيد الجمهير ستكون عامل حاسم سواء في الذهاب أو في الاياب الأهلي يطلب طاقة استيعاب كاملة التاراجي يثري أقصى طاقة استيعاب بيطلبها في رادسي 45000 فيما أنه فهمة تقريبا ستورة 14 ألف ممكن سيكون محروم منها لتاراجي للتونش بسبب وضعية الملعب بالاياب في مصر هذا يمثل أسبقية للأهلي المصري مثلا في 2018 تاراجي عند مواجهة الأهلي في النهائي خسرت لثواحد في الذهاب بطال المباراة كان مادع بيتشيرف ناس كنت تذكر المباراة ذيك وضربة جزالي سجل يوسو بليلي كانت حاسمة يبقى أنه تاراجي في ستتسفر في والحضور الجامهيري والعرس الكروي اللي شفناه كان وراء تتويج التاراجي التونسي باللقب 2012 مثلا تاراجي استقبل في الاياب وخسر اللقب بعد غيابات عديدة المرهد الاياب في مصر شنو عندك رايخة ليه ليه ما عندك رايخة مال كان عندك متقول تفضل خالب فيما يخص فيواتناش برشا عوامل ما ما خاليش تاراجي تنزل برشا اغلاط اه اغلاط من المدرب نبيل معلوم معانا تاوقتها بك عندو تاوق قداش مملاع بيغايب شنو يا جميع من نبيل معلوم ممكن ناجم نمشي معاك انonden برشتدة وليس commanded حيما معاك في تاريخ قداش نجم نلعب لكن ناجم لتام شكرا معاناك نجم تاريخ لنكما Giza نجم وأكمل تب Mitt نجم تللعب أهو دراو ما تجيكش. بيه اذا في مخص الفين واثناش يال اه الاياب في مصر. مياثرش عطارش. مياثرش الاياب. مياثرش اياب في سنداونس في جنوب افريقيا وتنقل عشر الساعات وفريق اقوى من الفراق الكل في افريق لكن جمهور الاهليم و جمهور سنداونس. ايه. بالنسبة لي انا بيشوف. بالنسبة لي انا مياثرش لانه اه في الفين وستة النجم السيحلي ربحت لافة وهز من عادك. اه اه امام الاهلي الاهلي الفين وستة موش الاهلي. وربحها لنجم السيحلي في القاهرة وثلاثة بوعد معنى كل شي ممكن. بالنسبة للتراجي لو يعمل مباراة كبيرة في الذهاب. ويعمل معناها ما يقبلش هدف. هذا مهم ما يقبلش هدف. يخرج. متعادل او منتصر التراجي في تونس. انا ناكد لك تراجي كاردوز وهذه النسخة هذية. النسخة الدفاعية القوية متاع التراجي. متاع كاردوز قادر انه في القاهرة رو يربح. رو الضغط في القاهرة على الاهلي وليس على التراجي. التراجي كيما قلت البارح التراجي تراجي حكاس العالم. الوبجكتيف عمره ما كان بالفريق هذا في اول الموسم انه يهز شامبيونز ليك. معناها التراجي يلعب عزي تاو ما عندو حتى ضغط حتى كم يهز شامبيونز ليك موش مشكل لانو التراجي في حالة بناء تاو قاعد يبني في الفريق للعام الجاي. دونك التراجي ما عندوش ضغط يعمل مباراة ايجابية في الذهاب. في الاياب ناكد لك الضغط على الاهلي و التراجي قادر انه ينتصر في مصر بالذات ؟ شو فهمين هاني تعالى التارجي وبالريجور وبالقرينة قادرة التارجي تتعدى الأهلي وتز تشمبيونزلية هذي خاطر راهي الحقيقة الحقيقة كيتقرن انتي سانداونز بالأهلي عندي انا عندي انا سانداونز خير من الأهلي فهمت وصورتو انا معاك رايو في حكاية الجماهير رايو صعيبة غاديك اللعبة قدام جماهير للأهلي اما شوف الأهلي الجماهير للأهلي عندهم مضيفو ري تتعدى نصيح مثلا وما صارتش ريكشون من جولات الاهلي كل شاي. بالعربي بالله شنو عندهم اضيفوه بالعربي شنو يولي. عندهم ما نقوله مشكل ولا? عندهم مشكل. الجماهير ما ما يسبروش على جمعيتهم. مثلا اذا ترجي تبدأ فايزة واحد سفر هناك. لا يدعم الفريق كامل تسعين دقيقة. معنا اذا انتجى لم تكن في صالح الاهلي هكذا تقصد. اذا تبدأ مثلا ترجي يفايز لهناك. وفي مصر الاهلي زي ما تساجل. تتعدى نص ساعة اه ثلاثين دقيقة خمس وثلاثين دقيقة ما يساجلوش وما يعملوش لزوكازيون. الجماهير ما 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 تعرشش مع انتك فيش. بتدعم الفريق بالطريقة. جمهور الاهلي ليس بجمهور ترجي معناه. اللي هو يدز معك لستة وتسعين. جمهور الاهلي ما هوش كما جمهور ترجي. جمهور ترجي مثلا يبدأ خاصر يزيد يدز بش خلي الجماهيته ترجع. هما لئ. به اه اه اربع مباريات دوري الاهلي المصري. اه اولها اليوم ضد الاسماعيني. اه حتى موعد المباراة يعني حتى موعد ذهب. عنده اربع مباريات اه الاهلي المصري. الترجي مباراة اليوم ضد النادي سفيقسي. اه الملعب التونسي والنجم السيحي. وعنده مباراة كأس مبرمجة. اربع مباراة ايضا للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للاهلي. خمستاش مي موعد السفر الى تونس. هذا ما قرره كولر في انتظار التأكيد. ومن اخبار الاهلي ايضا انه مارسيل كورر يريد ضم زين الدين بالعيد. مدافع اتحاد العاصمة. على حساب عودة بدر البانون. احنا حكينا برشة مرات على زين دين بالعيد. واكدنا انه اكدت انتو ما بريتوه ليانو مدخلتش بارش انا في الموضوع معتيتش رايل فني. مانيش مؤهل بشعتي رايل فني في اه لاعب. اكدتو انه السفقة ستكون رابحة للاهلي المصري. عب ستار. اكيد بش تكون رابحة. هو قاعد يقدم في برفرمانس كبيرة. كسواء مع لي اسما ولا مع مع الجزائر. معناها الحقيقة قيمة ثابتة معناها وما هوش ما هوش بسهل انه كولر معناه يتينبون بش يشد معناها وينتدب اللاعب هذية. اللاعب عقد ستا وعشرين ولكن عنده ينكلوز اللي هي ستمية وخمسينين دولار حكي فارقة بالنسبة للاهلي ونتصور انه الاهلي بش يكسر العقد وبش يضم معناها وهو راو به لللاعب هذية لانه انك تتعدى مع الاهلي تلعب في بالية اخرى على مستوى تشامبيونس. مستوى عالي جدا. يعني اليوم هذية للاعب في حد ذاته. بش يمشي يلعب كيس عال. دولك ما فماش مخير من من هكاية. ومخير مع انت حتى للمنتخب الجزيري انه اليوم شوالي عنده مدافع يلعب على مستوى عالي موش في قد يلعب على مستوى بطولة محلي. وسهيب بدر ما تجمش راوية ترجع ملاعبي بدرب بنون معطاش الاهلي برشا. مم. وصورتوه توف. كان محبوب في الاهلي كان. كان محبوب ايا ما ما متعديش فترات بايا معانت. دونك وتشوف البرفورمانس متاعه زاده في نادي قطر معانت تشوف في نادي قطر في الترتيب الثامن. يقبل في بعديد من الاهديف مع انت ويلعب مش قاعد يلعب مع انت اصاباته كثيرة. ثلاثين سنة لبدرب بنون. جيب واحد شبعان ولا جيب واحد يعاني يحب يلعب كورا يحب القاب يأبه يحب تيترويت. دونك جيب العيد خير من اللي ترزع بنون. مش نحكيه على ازمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان. المحكمة الرياضية شنو قالت التاس شنو صار اخر الاخبار فيما يخص ازمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة. يفهم سبور شيك. به وليد سادي ينفي رفض التاس المحكمة الرياضية طلب الاتحاد الجزائري. المحكمة لم تصدر اي اقارة هذا شنو اتقال في الاعلام الجزائري. قال انه محكمة التحكيم الرياضي كتبت الى الكاف وطلبت توضيحا مع مهولة ثلاثة ايام بشأن شكوى الاتحاد جزائري لكورت القدم بشأن اعتماد قميس يحمل شعار سياسيا لا تزال القضية مستمر هذا اللي يتقال في الاعلام الجزائري. في المقابل اطرف المقابل اطرف المغري بيقول انه لجنة الاندية التابعة لاتحاد الفريق لكورت قدم انها تاجتماعها اليوم ذا واحد مايا الفين واربعة وعشرين بخصوص النظر في مباراة ايام الدور قبل النهائي من منافسات كأس الكاف بين ناظت بركان واتحاد العاصمة والتي اصدرت القرارات التالية خسارت فريق اتحاد العاصمة بتلاثة اهداف دون مقابل احالة الملف على لجنة الاندباط تتخذ اجرائيات التأديبية الاضافية المحتملة وقد صود يقاع على هذا القرار باجمع اعضاء اللجنة هذه اللجنة الاندية التابعة لاتحاد الافريقي لكورت القدم وليد سادي كان يحكي على المحكمة الرياضية التاس دونك المسلسل المتواصل ونستنى والحقيقة فيه ممكن بيان رسمي من التاس عب ستاك والله العظيم مضعية محيرة مضعية محيرة ولا تنجم تقول هذا عنده الحق للاخر عنده الحق هذا اي قضية سياسية معنى خريطة فيها الصحراء ما فيها ايش احنا كرياضيين دخلنا معنى تي موريتانيا قد مدخنيش الي من الاول كانت داخلها في الموضوع قد انا ما بنيتكو معنى احنا كرياضيين والله اللي عنا بوانت فيو احنا اللي مقلقنا ماذا بينا رو صار صارت المباراة ذهب وقييب وتلعبت على الميدان اليوم فما فريق ربحته الكاف معناها بقل اخر على الاورق الاتحاد الجزائر يعمل معناها اعتراض واستينيف ولا تعقيب للتاس اه وضعية محيرة اليوم اسكو التاس بش ترجع تعاوه تقول لك عبر المباراة بش تبدلك الكالهندريي كاملة متاع الكاف لحقيقة انا استبعد انه التاس بش اه تغير نتيجة المباراة معناها بش تقعد ممكن حتى كان فما عقوبات صاروا على الاتحاد الجزائري ولا الفريق الجزائري ممكن التاس ينجم يقلل من العقوبات اما بالنسبة بالنتيجة ما نصورش كم بش يصير تغيير للنتيجة دماج للكورة العربية دماج لي نحنا كشمال افريقيا ان شاء الله هالازمة هذية تقف وما تزيدش تكبر اكبر لانو لانو احنا لحقيقة نزمة ضيط عدية ترولي رياضات اخرى منافسات بين البلد ايناك شفت في كورتيات فهم انت حعب كورة نيسية ايه خسارة ان شاء الله متأثرش على اللاعبين على عقود اللاعبين على مبرشة حاجات الحقيقة انو مكنتش معانتها صحيح موجودة عندها دوبويكستان معناها الازمة هذية وما كانش تأثر على الجانب الرياضي ما كانش تأثر معناها على دخول وخروج لمغاربة ولا تزيرية ان شاء الله اليوم معناها سير معناها الحقيقة حل جذري شرتون على المستوى الرياضي لانو السياسة متهمناش هل تعليقك؟ تعليقي تعرفوا اهميا انا امور سياسية ما عندي حتى دخل في الحكاية ذو ما نحنا نحكي ورياضة اما حرام معنا نحنا شقاء مغرب وتزير اكستان يلعبوا ضد بعضهم لحقيقة المشيكت莱 ذي سياسة اخويا اختاؤونا منها اخويا بعدونا منها اخويا خلينا الرياضة الرياضة heri qr agreement سيبونا من خريطة ومن واحدة kendi ان شاء الله اخويا ihrem عبيد تدخل بدحسنة وScript скichtet puck اللي بالحسن مشكوم بشي توسط المفروض معناها دول قريبة من البلدين يعني مثلا تونس ناش تلعب دور الوساطة لكن القضية معقدة ومعقدة جدا أصبحت فنعنا بلاي حتى نبقوا فضوا مشكلتنا بتاع الفيدراسيون بلاي بالله بالله العظيم تقول دي ساني ميز بحدي تفرج والله بالله العظيم ما أنا بقى إني داع بركة قيس عيد راو الحقيقة إذا ما هو يتدخل في الحكاية هذه بالحقيقة راو الحقيقة قديم مرة قايمة وتنحى وبالتاني منه ليا عاد وقتا يولي تدخل السياسة في الرياضة والفيفة تجامد النشاط ليا كامرون عينة النخب ليا عاد في الكامرون الأمور خارج عن السيطرة لا حقيقة بالحقيقة شو يعمل يجي يحط رئيس لا حقيقة خدش نو أنا ماتش راو في ضد غيني سيوائي أخي توما ماخدينكو شي بسير راو غيني سيوائي قريب الماتش شارجي شارجي راو شارجي راو شارجي راو شارجي راو شارجي راو حرب منه وكمنتاريت منه وقعد خلينا نتصور أنه خليونا 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 معني المباراة قريبة برشا سيقع اعتماد ممكن أو التعويل على الإطار الفني الحالي مون تسترلو حيشانيش البوس عادي ما أنا مقدش على إطار الفني أنا مقدش على إطار الفني أخوي نبقوا حال للكورتنا أخوي زي تشنوغ إلا بماتين عنا مشينا حتى راو الأمور المادية للجامعة تعبى برشا خالدنا هو إلا حد لأنا وليه وهدو ما اللي المقدمين الواحم للانتخابات يخموا مكم في الواحم قاعدينها واحد يشيكي والآخر شيكي يمو شوفوا انتران دونطنت ناس كل الخوي خانكاملوا فيما يخص المغرب والتحكيم مديرية التحكيم في المغرب تنصف الجيش الملكي عب ستار بما أنه المديرية تؤكد أنه السويبي مدافع الجيش الملكي كان يستحق بطاقة صفراء وليس أطرد ضد حسنية أقادير أوضحات مديرية التحكيم أنه هذه الحالة كانت عبارة عن هجمة وعدة بالرغم من وجود أغلب اعتبارات الفرصة السانحة إلا أن الشرط المتعلق بعدد المدافعين ومواقعهم هو الذي كان محطة خلاف نظرا لتواجد مدافع آخر للجيش قريب من الكرة وكانت لديه إمكانية الالتحاق بمهاجم الحسنية ومنافساته على الكرة القرار الأرجح هو احتساب ركلة حرة مباشرة مع انذار وليس إقصاء كما حصل في المباراة وقرار الحقيقة غير وأثر على نتيجة المباراة وأنا نقول لك أنه عكس مديرية التحكيم المغربية لا حتى الورقة السفرة ما تسحقهاش ولا يوجد خطأ وما فاماش حتي كاك وما فاما حد شيء وما يسحق حد شيء لقد ذيكا ممكن كان ما نقولش يعطي تمويه لي مش تمويه لكن تاح وما فاما لا لا فاما لا كفران ولا فاما لا سفرة لا فاما حمراء لا فاما حد شيء باش ما عاش يسيروا نفس الأخطاء هادوما وشنية بشانفة على البلاغ هذيه اللي عملتوا مديري التحكيم الجيش الملكي ما يقفح بحد شيء على أقل فاما شفافية نوع من الشفافية شفافية وقت اللي تجيني أنتي بعض نقولي نعطيه الحكام خمسة على عشرة يش نعمل بها نعطيته خمسة على عشرة ولا عقبته وانتي بعد ما هو خسرني بعد ما هو يخسرني في بطولة ويخسرني في تعبم طع موسم كامل جيب حكام أجانب ما زلوا ترواجه ورني صارت مشكلة في المغرب تحت تحكيم البريود اللي فاتت اليوم معناها معناها فلا جرونت اللي صارت معناها الحقيقة بعد الخوية أعطيهم ثلاثة ما تشوية الإخرانيين حكام أجانب للجيش الملكي للرجاء والناس الكل تيخوا حقها في الميدان معها خالد ممكن قصيرة حب ستار الاستنجاة بحكام أجانب ليكمل الموسم في انتي صارت مشاكل في التحكيم حكينا عليها قبل في المغرب صحيح ونحن حكينا عليها وقلنا رأوا ما انت يزم المغرب باش تتنظم كاس العالم باش نظم كاس افريقيا ما انت يزم تلقى الحل المشاكل تحكيمية كما تونس ما عنا مشاكل تحكيمية تحب ولا ما تحبش انا مع ابت ستار بقوا تلاتة تلاتة جولات يجيبوا تحكيم أجنبي وتقص زيها مع انت تقص المشاكل لديه ما الكل تحكيم أجنبي يتكلف بقوا تلاتة جولنية يتكلف ومتكلفش المغرب ما عنديش فلوس باش نظم الكاس العالم وصنظم الكاس افريقيا وتجيب حكام من من دول مجاورة حكام موريتانيين المفيد اجنبي المفيد اجنبي المفيد اجنبي مجزارين من العرشي نجم نجيبوا ولا لا في ذا الازمة هذه الحالية الحالية لكن المغرب عنده العلاقات طبعا في كامل افريقيا حكامته شكون حكامتوين سياد يعجبوك انتي توفلو هاتم غيرات يعجبني سيد قسانمي يعجبني مشكون اخر زيت ساميل امير لوصيف المشد اليوم ماتشة رجيوسيقس بي الحقيقة اللي دار زادة مقابلته النادي الافريقي ونجم الساحل الحقيقة الحقيقة مشاه مريقل علخ الحقيقة بالنسبة لي انا مشاهب به به الجيش الملكي اللي يخسر بليثانيقات الحقيقة في سراع الفوز بالبطولة الجيش الملكي تنتظر مبارسة غضوة معين ونبي دربي تونسي دربي تونسي وجيش على البطولة بركين معناه قاعد يقدم في مستوى معانتها ممتاز لو في البطولة مع معين غير كليا وجه بركين من اللي يمشي معين ومالقريف الضغوط اللي صاروا عليها وكل استفزاز زيت لكن معين وراه معناها القيمة الفنية العالية متاعه حتى على مستوى معناها الكورة كيت تفرش في بركين فما كورة معناها متعمة حتى معين الفريق قبل معين كان يلعف الكورة العالية كان جو ديريكت مع معين حتى الكورة لوطة فرحانين به برشا فرحانين به لأنه وره معناه علوه كعب ومعين في الواحد ما ننساوش نبي زادا كيف كيف اللي يقدم فيه مستوى عالي معناها مع الجيش يكون فيرم معناها من ماتش لماتش ما ننساوش كيف كيف فما مساعد معه خليل بن يوسف ومساعد متعمعين خليل بن يوسف اشتغل في النادي البنزلت الملعب التونسي نادي الإمارات في السعودية عدالة البطن عديد النادي الافريقي كيف كيف اشتغل خليل بن يوسف عنده معناه سيفي كبير برشا خليل كمساعد اليوم مع نصر دين نبي كان فز معه بالبطولة في تنزانيا مع ينج افريكانز معناها اليوم معه في في المغرب قاعدين يقدموا في مستوى عالي احنا نتمنى ومعناه تصير مباراة باية لكن ماذا بنا نبي يربح حطر ما يعمر شو بيش بشعبه معين تروى نبي تروى بوامش يزبه البطولة ومعين بشي ربح بوامش يزبه معين انا اشتغل لك انا اعملت لك مقدمة ويلة وعريضة قلت لك ان شاء الله يعمل ماتش كبير معينة ما يفوز نبي كيفاش تراح وضوذ ممكن للجيش الملك في موجات نهضة بركان شوفا لانسامبل العنيد على جميع مستوى لحقيقة لانسامبل متع العام كله لحقيقة ناصر الدين نبي يستحق للبطولة اوكي معين مع عبد سطار معين بدل كمبلتما السيل دو جو متع نهضة بركان لحقيقة نشوف التعليق والعباد وجماير لنهضة بركان فحانا بار شاب المدرب ومش من فراغ راو معين بش هزلك دو شامبينز ليلة دو شامبينز ليلة معانتا رجي معانتا مدرب ولا يعرف ش يعمل وعنده أفكار وعنده عنده لكفيش قوله ترديشون في الكورة ويعرف تقاليده وعنده يتعدى ماتش كبير واني قلت لك وش الله ان شاء الله خليل معين سعبي وخويا خويا ان شاء الله ناصر دين نبي يزيد الشامبيون لاحقا تمناه الحظ السعيد طبعا لكل المدربين التوينس ويسعدنا لو ناصر دين نبي يفوز بلقب البطولة يتوقع على الرجاء في صراعه مع هذا الفريق العريق والجيش الملكي والرجاء يذولي في معد بدني تونس يذولي عمر ونيس في الرجاء هكا ولا لا انتي الناتق الرسمي باسم المدربين التوينس المتغربين خاطر حكينا على معين وعلي طار الفني وحكينا عنه ما ننسي وش رجاء فيها مع انت عمر ونيس معد بدني ذولي تعرجي تونس انا حسنو العام زي مش مش نقع حتى واحد فيكم كلكم بون بارسليت اذك قعد حني كلكم مش دربوا حتى الكابتن يهوري بيارجع للتدريب ولو انو ذي قرار بمغادرة عالم التدريب بعدش ايش نحكيو على اخبار الحقيقة موجع للرياضة التونسية خص الوكالة الوطنية للمكافحة المنشطات يلا الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات على تونس اكدت وادة الوكالة للمكافحة المنشطات امس عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات واعلنت تفرض عقوبات على تونس المنظمة أوضحت أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قرية أو عالمية ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية معنا جيورام يبدأون هار 26 جويلة 2024 في باريس حتى تعود البلاد إلى كنفة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العامية لمكافحة المنشطات وقالت الوكالة في بيان أن قرار عدم الامتثال النهائي وبأثر فوري ذات تونس ناتج عن عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أناد لم تنتثل إلى ممكن معايير أو مدونة الوكالة العالمية مكافحة المنشطات وات شنو أخذ؟ نحن البلاد الوحيدة اللي لمكافحة المنشطات لا ناد لا ناد كنا رواد في عالم مكافحة المنشطات قاعدين يخدموا في البطولة ليه موجودين خالد أنا دم طلعت سينيورة عام 2000 وتتلاثها مش تبقى للمدونة 2021 هنا في سوسة ترجع للإفريقي وريتوال أنا حللت المباراة تريد لناد موجودة ويخدموا ليه ما أنت مش كما أقبل مش كما أقبلك أنا من أقوى المراكز نبع في العينة البرق العينة نبع فيه من برق أقبلك أنا أحسن مركز أقبلك أنا لكي تلعت سينيورة راو كل جمعة فما تزدو باش شوف شوف ما هو المشكلة المدونة 2021 يلزم أنت سن قوانين وتعمل مودي فيكاشون فيما يخص 2021 ويتم نشر هذه القوانين في الرأد الرسمي تأخرنا خاطر لنا الوادة بعثت لنا تنبيح هذا اللهجة ستة ديسمبر 2023 وعطتنا في دينا ثلاثة شهر المهلة وفيت وعطاونا 21 يوم يظهر لي ابتداء من تسعة والثمانية أفريل وفيت لنهار ثلاثين أفريل وتوح عليه نفهم إجتماع على أعلى مستوى مع وزارة الشباب والرياضة نحن كنا بش ناخده سيموراد الحمب لمدير وكالة الوطنية وكفحة المناشتات سيد شكري حمدة أيضا من وزارة الشباب والرياضة اتصلنا به محقيقة ما لقيناش إجابة ما رجعناش لكن سي مراد الحمبلي يبدو أنه في اجتماع عالي المستوى مع الوزارة لحل هذا الإشكال ونشر القوانين في الساعات القادمة نذكر أنه ترجل تونسي سيستضيف الأهل المصري نهار الثمونتاش مي اللي هي مباراة دولية مباراة تنظمها الكاف لن يكون هناك تأثير على تنظيم هذه المباراة عنا تونيس أوبين في التينيس نهار الثناش ينظم منادي التينيس بتونس التسي تي أنا حسب اتصالاتي وحسب المعلومات التي عندي أنه ممكن الأحداث الرياضية و اللي حاصلين و اللي سيبش تنظمه فمش تأثير ممكن من قرار الوادة وحرمين تونس من التنظيم أما بالنسبة للج ما عندكش تحق تنظم لا على المستوى القاري لا على المستوى العالمي والحقيقة الضربة كبيرة كان ما نهزوش تدرابه في باريس في العبر ونباة الفين واربعة وعشرين أنا سمعت أنه صار التنقيح متاع القوانين ومعنتها وعديهم على المجلس الوزاري ومجلس الوزاري ومجلس الوزاري معناها صادق عليهم هل تنقيح القوانين هذي تتعدى لمجلس النواب ولا تستحقش ولا تتنشر ديريكتما هل تكون قانون ولا قرارات تقال نشر كان صادق في مجلس الوزاري ما هوش قانون يتعدى على مجلس النواب رو النشر الرسمي يصير معناها قال الأخر في ليلة ونهار أما كان دي طلع قانون أنه هو يزم يتنقح في مجلس النواب لذلك نستمزال معناها البروسيدور الأخرى ولكن علش عنا في خمسة شهور علش عدنا رقدين لماذا؟ أحنا جانا التنبيه في نوفمبر أو ديسمبر وجانا التنبيه وعطانا مهلة علش أحنا المهلة هذية نفاوها ومغير ما نكملوا لجراءات متعنا تعليش إلا ما تجينا دامة مرة أخرى والعالم متاعنا يتيح وما عاش نهزوا تصورنا في الأولمبياد داخلين دربوا تونس طائحة تو هذا معقول روسيا وأنجولا روسيا عندها مشاكلة أما تونس إحنا تونس نهبطوا معناها دربونا في الأولمبياد تصور داخلين في الأولمبياد بلاش دربوا معناها منجل مش نلعبوا معانتها بدربوا البلاد منجل نلعبوا بالرياضة التونسية أمور كيف نهكاية يا راي نور مالما تكون فيها معناها سرعة قصوى وتتعدى وما ما تصيرش فيها مماطلة ولا تعطيل إن شاء الله يتم حلل الأشكاء فيما يخص العقوبات هذه اللي سيتم فرضها على تونس ولدك وين وخالد زينا القرب محبش يدخل محبش يدخل محبش يدخل محبش يدخل محبش يدخل محبش يدخل وإن شاء الله يتربى في عز كوكل ويتفرج في الدساني مي من قبيل شكرا لك خالد قربي شكرا لك عب ستار موسى نتقابلوا غدوة نستوقيت مصعتين ماضي ثلاثة صديقي محمد سلتي أنا لحقيقة أستمتع بالعمل مع محمد سلتي شكرا كامل فريق نتقابل غدوة ان شاء الله مصعتين هذة ثلاثة مرحبية شكرا شكرا 진ح